الشباك تقريبا استطاع ان هو يتنصت على حضرتك في وقع يعني تبدو مدهشة يعني اه ده حصل انا كنت مع زميلة لي في الصفارة البريطانية واحنا نزلين انا برضو راجل حريص فنزلين من الفندق عندي على البلاج الخاص بالفندق وكان طويل يعني وقلت له احنا الاتنين احنا بلافسين ميوهات بسمعه انا مش قادر اعرف ربما يكون هي ما تقصدش لكن ربما يكون حد حتطلق حاجة في جاكت مش عارف ايه لا وكنا لفسين ميوهات انا وهي وبتدينا نتمشى فاوي احنا بنتمشى الحقيقة كانت هي بتديني معلومات يعني جديدة علي تماما كنت بسألها على مجموعة من الناس اللي هما كانوا ذو حيثية وذو تأثير في اتخاذ القرار الاسرائيلي وهي لانها اقدم مني موجودة هناك ولانها تتحدث الابريئة بطلاقة مطلقة وان هي لها اتصالات اكتر مني فكانت احيانا كتيرة بتكون لها بسألها فبتكون مصدر لها انها بتديني بداية المعلومات انا بعد كده ببتدي اكمل على هذين المعلومات فاحنا قاعدين بندردش وبنتكلم روحنا وجينا مرتين فيما بعد لما انا خرجت بقى من اسرائيل بعد تلات محاولات الاغتيالي وكلامي يا ده بعد ما طلعت انا اتهمت بالتجسس لصالح مصر وبالتالي يعني انا قلت لأ احفظ القاعد شوية فمعجبهمش السلوب بتاعي وبالذات ان جيه اسامة البيضة اللي يرحمه قلت له انا مش عاوز امشي دلوقتي علشان خاطر ما يتقلش علي ان انا جاسوس فانتوا صحبتوني ان مصر صحبتني فقال لي طيب هتقعد كده لمدة كم شهر وبعدين الامور تهدى لان الامور كانت مشتعلة تماما في الاعلام انا اتكتب علي مئة مقالة في خمستاشر يوم في الاعلام الاسرائيلي والبريطاني فكانت عملية صعبة الحقيقة علي لكن عموما تم سحبي بعد ما يعني تلت محاولة الحقيقة كمال حسن علي قال لهم حيموتولي الولد انا الولد هتولي الولد اللي حسن يعملوا فيه حاجة اصل الولد ده حيبقى تمن حياته جواب اعتذار في حادث قضاء وقدر وهو كانت بتترتب لي حادث قضاء وقدر فلما العملية بقت خطيرة في ترتبتها فهو قال لهم لا اسحبوه فاسحبولي وبالتالي بدأ الحديث معي ما بيني وما بين بعض الاجهزة السيادية هنا او الجهاز وخبرات العام بمعنى صحيان وبتدينا ندردش ونتكلم وقالولي تعال افتكر التسعة تشهر ونص اللي انت قعدتهم تقدر تفتكر وتفكر يوم بيوم فبتدينا نتكلم فقالولي احنا في اطار التعاون ما بيننا وما بين الجانب البريطاني لان الست دهير تم سحبها وتقبض عليها وهي نزلة في مطار هيثرو في بريطانيا ودخلت في محاكمة واتحكم عليها بعد السنة تقريبا فقالولي احنا في في اطار التعاون قالولنا ان في اه تسجيل ليه الراجل بتاعكم اللي اسمه رفعة الانصاري ده مع الست البريطانية اللي عندنا دهير وكانت هي بتديله معلومات وهم ماشيين على البلاج وقالت لهم يعني ازاي تيجي منين يعني ما نعرفش لازم نفكر نشوف نفكر من خارج الصندوق بغاية ممكن قعدنا حوالي يمكن خمس جلسات مش هقدرين نوصل ولا انا قادر اديهم اي مفتاح لان هما يدوروا من خلاله بغاية ما يقولولي افتكر اي حاجة ما انتش فاكر حاجة حاجة عبيطة يعني مش هتر قالت لهم حاجة عبيطة كان فيه كلب جيرمان شيبرز بيمشي جنبي وانا بحب النوع ده ايوا بعدين هو صاحبه فين لأ انا حتى دور على صاحبه ملقتوش وكل شوية الكلب يوقف اطبطب عليه ويقعد وهزي ديله واروح قاعد وحضنه شوية ومش عارف ايه وايه الكلب ده كان حط الطوق اه كان حط الطوق شكله غريب طب احنا هنجيب لك شوية اطواق كده من بتوع الكلاب اللي فيهم جهاز ارسال ده لا ده لا ده ايوا ده طيب طيب ده جهاز ارسال طيب استقبلوه من ايه لان الجهاز الارسال ده هو مداه صغير فما قدت بقى فكرت انه اه انا فتكرت حاجة انه وانا بتكلم مع الستة زميلتي الانجليزية ده لفت نظري ان كان فيه عربية باجيرو دفع رباعي كبيرة وقفة جوه شط ولكن اللفت نظري فيه انه كان حطة اريل طوله اربعة متر قدام في النص كده قال لي بس خلاص اه ده جهاز الارسال الكلب مدرب صاحبه المدربه هو ماشي وراك عمالي يقول له خد على يمينك وتعال شمالك ويفضل وراك وانا فرحان بالكلب فبلعب معاه وعمر ما جايه في مخي الحقيقة انه ممكن يكون الطوق بتاعه فيه جهاز ارسال وان العربية العربية ال 50 متر دي هي اللي فيها جهاز الاستقبال فتسجلي وانا على الشط بميوه ليه جهاز الشباك تحديدا يعتبر من اقوى اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية يمكن انكم المساد نفسه المساد هو اقوى جهاز لانه المساد قدراته اكبر بكتير من وهو بالمناسبة الشباك ده كان اسم القديم واسمه الشيمبيت فالشيمبيت له قدرات جيدة تماما ولكن هناك اختصاصات فالشيمبيت اختصاصه اسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة فيبقى غزة ده شغل الشيمبيت الضفة الغربية الشيمبيت اسرائيل كلها الشيمبيت خارج اسرائيل يبقى مساد زي بالضبط هيئة الامن الوطني عندنا هنا التابعة لوزارة الداخلية والمخابرات العامة اللي هي تابعة لرئيسة الجمهورية